أستاذ مهدي كافي ضحك على هذا الشعب عيب 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 هذا الشعب يقتل من أجل حفنة من يسمونهم قادة حتى يستفادون الدين التركية منها وتصدر النفط التركية منها أستاذ مهدي عبد الكريم القصة للخروقات التي تحصل في أقليم كردستان يعني لما إيران تخرق وخرق تحتها عنوان وتقتل هذا محرم لكن هناك بالمقابل تركيا هي أشد إيذاء من إيران موجودة في داخل لها قواهد عسكرية تتحرك لديها طائرات تنزل تابط وزير الدفاعي طبه يطلع تضرب دهوك تضرب أربيل تضرب سنجار ما تصير ضجة من تضجة التي نسمعها عندما يقوم الإيرانيون بهذه الأفعال شو تشخص هذا الموضوع؟ أولا دكتور موضوع تركيا هو خرق للسيادة مية بالمية ويجب أن يكون موقف شبقى بهالسيادة المسخمة؟ ما تقول لي زرفت هالسيادة المسخمة؟ رحمة الله على وقت لا يجي خرقها مع كل الأسف؟ مع كل الأسف؟ نعم؟ لا ماكو سيادة فالتركيا عندها عذرها الوحيد خلي أقول عليها هو تواجد الحزب البككة متواجدين في قليم اللي اتوا في 2014 استغلوا الموقف الحرب مع داعش ودخلوا قواته في مرحلة كان الكل مشغول بيها واستقروا ووضعوا قواته ووضعوا عملياته والآن مثل ما ذكرت جنابك هذه هي الحجة الأكبر لتركيا اللي موجودة الآن اللي تتبجح بيها وتتدخل بشيء عراقي لو كان هناك قرار واحد داخلي وسياسي بين السيادي خلي أقول عليها بإخراج هؤلاء منظمة البككة من الأقليم ومن العراق بالشكل الآن أولا الحجة اللي بيد تركيا ما أعتقد عندها بعض حجة أخرى أنه تتدخل هسأ يقول لي تركيا على شون تتضرب العراق أو تتضرب الأقليم يقول لك عندنا عناصر البككة تتجد تهاجم تركيا عناصر البككة موجودة في فلا منطقها في سنجار فيها أتفاقيات أيضا حتى في سنجار بإخراج هؤلاء المنظمة ولكن موقف رسمي لحد هذه بإخراج هؤلاء ينهي لك كل مشاكلك مع تركيا هذا جانب جانب الثاني يعني أقول يعني إلى متى يعني تبقى إحنا هاي الفرصة هاي رح تفيدنا بالخطوات المستقبلية الأخرى أنه يكون موقف موحد من قبل حتى حكومة الإقليم وحكومة المركز إن كان مع تركيا إن كان عدم أعطاء الفرصة لهؤلاء وبدأ دخل بشؤون العراقية إذن ليش اللوم الآخرين تركيا لها الحق وإيران طلع لها الحق وإحنا ياهل يجي يكفق بنا الخطأ في الداخل هاش دا أقول أنا ما قلتك إياها دكتور أنا قلتك إياها الخلل بنا إحنا أولا موقفنا مموحف ثانيا أنا مع الجانب الإيران عنده اتفاقية أمنية وتم التوقيع بيها وتم إجلاء كل معارضين اللي موجودين على الشريط الحدودي اللي موجودها مع السليم في الحدود قريب على فنجوين وزباشماك وسليماني والمناطق الجبلية وإجلام إلى مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية إضافة إلى أنه كل البنود اللي تم الاتفاق عليها إحنا متفقين ويان زين أنت من التريد عندي مثل ما ذكر الدكتور تعال يا باني عندي هذا عد واحد اثنين ثلاث اربعة قدم للحكومة العراقية وليس الحكومة الدركة إذا ما صار عليها إجراء وهذه اللجنة ما سواتب ذاك الوقت مو تجي تقصب لي شهداء أطفال أبرياء هم نايمين وتجي تهجيم البيت على رأسها على أساس تركيا زي ضربت 13 صاروخ باليستين تضرب هنا أواني تركيا مع أي إجراء أنه منع تركيا أساسا من التدخل من العراق يا أستاذ مهدي مؤانة مرات مثل البرازيلي أحمى بساع من هنا ندين تركيا ونججب تركيا وتدخل تركيا والوفود من الأقليم تأتي وتذهب على مسمع ومرأة وطائرات تحط ورئيس ذهب لاستئناف تصدير النفط عبر مياجهان التركي وهم يدقون على شعبنا بدهوك وباربيل وبالسليمانية و22 قاعدة إي شنو هالمنطق بالسياسة يعني على ماذا يضحكون مو كافي كافي دكتور أستاذ مهدي أستاذ مهدي كافي ضحك على هذا الشعب أنا وياك عيب 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 هذا الشعب يقتل من أجل حفنة من يسمونهم قادة حتى يستفادون الدين تركيا منها وتصدر تركيا النفط تركيا منها مو كافي كافي تعبنا مليانة وأنا الدكتور نعم أستاذ دكتور أنت الموقع الجغرافي للعراق يحتم عليك أولا من ناحية الاقتصادية مع إيران مع تركيا مع السعودية مع هذه الخطوط اللي أنت عايش وياها وأنت عايش بها أنت الظرف الاقتصادي اللي عندك خط نفط جيهان أكون عندك غير أي عبر على أوروبا مو رادوا يسوون رادوا يسوون خط النفط رادوا يسوون خط النفط عن طريق الأردن انقلبت الدنيا وقامت ما قبلوا ليش مو راح نطلع على وراد من العملاء من العملاء التي تعكم العراق ينذل من التركي ومن الإيراني ويبقى بدنك رأسه أو رأسه الخلفة ويدق عليها والله دكتور والله دكتور روح روح هاي الدول بيد العراق من الناحية الاقتصادية خلنا أقول لك بيها يعني 13 مليار 20 مليار الآن تركيا تبادل التجاري مع العراق 22 إلى 21 مليار سنويا إضافة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا مع كل الدول اللي محايتة يعني الرئيس اللي يتنفسون بها هالدول اللي موجودة هي العراق ورقة الضغط كبيرة أنا ما أقول تعال حاق عميوسا ما دي خلقتي لك هاي السالفة مو وزير الزراعة وزير الزراعة مو هذا الحالي ولا القبلة القبلة حتى لي قصة على الهواء قل لي أنا ما قطعت التعامل الاقتصادي كله مع تركيا وقفت البيض فقط وقفت البيض بس من دكتان حدر ما خبرني لذا الزعيم ما إيجاني وخسرت تركيا يومية أكثر من 300 مليون دولار عدنا أوراق ضغط كثيرا للعب بها بس ما عد نزل بها حظ اللي بي غير من ينجيب أن الشريف وين يلقى طبق طبقات بيض طبقات بيض المناعة على تركيا تخسر يومية 300 مليون دولار وأنا اليربوع يردح بالثلية هاي هاي بزمن دكتور عادل عبد المهدي دكتور من صارت هي هاي ضجة صارت في تركيا السفير الوزير التجارة التركية ينزل فيه قلين كردستان ويترجى التجار ويجي فيه بغداد وقامت الساعة وخسر وخسائر عجيبة غريبة يعني هاي خطوة وحدة بسيطة بس البيض على قولتك زيان أنت مع كل الدول ومع كل التبادل التجاري الآخر يعني أنت وروح أبيدك أضغط شوف دكتور سأويني باتحركة بحيزة بيينونا موجود سأويني أنا من أحد شي شو دكتور عياد العنبر يسمع أنا مو انتقاصا من أحد نعم أنا هنتقص من الفاسد والجبان أنا أريد بالإطار من يجي تركي ويجي الإيران ويجي الأمريكي هيحط رجل على رجل ويقعد ورأسه مرفوع ويسولف باقتصاد بلده وقوة بلده مويدا نقراسة وهيش يريد بتقدم وهيش يريد بدولة القانون وهيش يريد بكردستان ليش يريد أن نقول روزكم شبيكم عدكم مطن وعدكم جيش وعدكم شعب والله العظيم إذا اقتربتم مننا السيرون فوق الزلم